اشتركوا في القناة الحمل تطورات لافتة على الصعيد العاطفي بتكون بمكان بتصير بمكان آخر عم تاخدوا تعطي أكتر مع الحبيب وعم تمشوا اتنينتكم بطريق مستقيم عارفين شو بدكم عارفين أخطائكم ورح تحاولوا تصلحوا اليوم وتبلشوا تفتحوا صفحة جديدة بحياتكم الثور تقلبات بالرأي كتير عند الثور اليوم مش انهيك يلي بيضيبعك عن كثب ما بيفهم عليك شو بدك مليا لأنه فيه رأي متقلب ما عم تاخد رأي معين وتمشي فيه كل شوي بتاخد قرار بترجع بتتراجع عنه يمكن ملبك لأنه الأمور يلي كنت عم تشتغلها مبارح ما مشيت معك مشين هيك اليوم ملبك شوي ومنك على بعضك الجوزاء لازم دعستك ما تكون ناقصة على الصعيد العملي انضي قدما نحو الأمين مدرجة بالثقة بالنفس وفي الشخصية القوية وعا تخلي حدا يشت فيك لورا من بعد الإنجزات يلي قمت فيها حتى لو كان فيه أوقات ممكن مقدرة تتأنجز مثل ما أنت بدك بس مش نهية المطاف عليك التابع بوطيرة تسعودية ابتداء من اليوم السرطان أجواء العيد بتطفيق المزيد من البهج والسرور على السرطان يلي بدوا يقلب الصفحة ويبلش بصفحة كلها سعادة ورؤية مستقبلية أجواء العيد كتير مبسوط فيها يمكن اليوم تشوفوه عم بيحضر الكادويات أو يمكن تشوفوه مع العيل الصغير يعمل جمعة على كل أنت بيلبق لك العيد واليوم فعلا ابتداء من هنها رح تبلش بأجواء العيد تهدى وتنهدى الأسد ضروري تحكي عن مشاعرك الزيتية ضروري تحكي عن الأمور التي ديما بتفكر فيها ويمكن ما بتبوح فيها بتخاف أو يمكن أوقات بتستحق أو بتقول يمكن يفهموني بطريقة خاطئة اليوم حكي عن مشاعرك الداخلية دون أي خوف أو تردد إلى الوراء احكي لأنه منك رح تنفهم غلط لأنه عارفين كلهم قداء أنت شفاف من جوا إلى العزراء ناطر مفاجأة سارة وعارف أنه هالمفاجأة بطريقة لأله بطريقة لتغذي قلبه بطريقة لتنور له حياته أنت اليوم عم تستوعب كل الأمور وكتير مبسوط بكل التطورات وعارف أنه في مفاجأة رح تقلب لك المقاييس رأسا على العقب وتحية كبيرة من وجهها للعزراء لأنه عم بيحاول يتغير مش بس من بره من جوا بتلقوه عم بيشتغل أنه يتغير قلبا وقالبا وبرافو عليك هيدا المطلوب هلأ الميزان عندك مشروع عم تدرسه ولكن هالمشروع ممكن يكون كبير أو ممكن يكون طويل للأمد أو ممكن يكون مش اليوم ولا بكرة الصباح ولكن يمهد لحيات مادية جيدة ما تمرق من حدها المشروع مرور الكرام أو تقول ايه مش مهم يلا معليه بكرة لا يمكن أوقات فرص صغيرة بتمرق قدامنا بالحيات ما منعرف نلتقطها أو ما منقدرها وما بيعود يمرق فرص فرص مثلها بالحيات مشان هيك ما تخلي كل شي يمرق قدامك وايه معليه بعضين لا ركز أرر ونفذ خاصة اليوم لا رجوع إلى الوراء لازم تبلش تتقدم إلى الأمام بمشاريع عملية ونصل إلى العقرب المهدوم والطموح القلب طيب الشفاف شو بعد بدي أحكي عن العقرب قد ما أحكي بكون مقصرة لأنه يلي ما بيفوت على قلب العقرب ما بيعرف مين هو العقرب الصافنية والضمية يلي بحب يساعد كل محتاج يلي ما في حدا بدأ بابه إلا ما بتلقوه هب للمساعدة وللمساعدة الإنسانية المعنوية والمدية هيدا هو العقرب اليوم اليوم قد تسند لألك خليني أقول مسؤوليات جديدة أو وزائف جديدة وفعلا رح تقوم فيها بكل ما أتيت من قوة القوس غيوم تلبت سماءه للقوس حاسس أنه هنهار مش لأله حاسس أنه تعب 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 وبعضه محله لا على الصعيد المادي قادر يتقدم ولا على الصعيد المعنوي ولا على الصعيد العاطفي حاسس فيه هو بينه وبين الحبيب مشان هيك اليوم لازم ترجع تلم لم ترريفك متل ما بيقوله وتدرس كل الأمور يلي لازم تسلحها وتبلش بالتصليح ابتداء من اليوم ما تقول يلا ما علي بكرة الأيام بتبلسم الجيرح مش دايما الأيام بتبلسم الجيرح فبلش اشتغل من اليوم الجدي صباح الخير هنهار بيفتح لك البيب أمام معطيات جديدة أمام شبابيك جديدة أمام أشخاص جديدة بتنبسط برفقتهم بالحياة الحياة منا بس كلها علاقات عاطفية ومين حكي مع مين ومين راح مع مين الحياة هي صداقة وأنت بهمك كتير الصديق الوافي وقت ضيق وحلال المشاكل قد تجد هذا الصديق اليوم ورح تكون كتير مسرور برفقته الدلو يحضر حاله إلى انتقال يمكن سفرة يمكن انتقال بيت يمكن انتقال عملي عرض عملي قد يدر عليه الكثير من الأموال ومعنوياً هو أصلاً الدلو ما كتير يفكر بالمادة يفكر على الصعيد المعنوي إذا هو مرتاح أو لا ما حدا بيعرف أيها الدلو هالانتقال أو هالتجديد بحياتك ممكن ينقلك من ما كان إلى آخر ولكن بيلزمك المزيد من الصبر الصبر وثم الصبر لتقدر توصل للأمور يلي بدكيها الحوت وضع عاطفة رائع عند الحوت يلي بدنا نشوفه هالفترة من الحوت ما كنا نشوفه قبل لأنه راح نشوف حوت مرتاح نفسياً مقديم وأهم شي متصالح مع الزيت متصالح مع الزيت لأنه عارف يحب وينحب وما في أهضم منه الحوت لما بيكون عم بيعيش حالة حب فإنحنا بدنا نقلك تمسك بحالة هالحب لأنه ربما بين هلالين قد لا تتكرر بالوقت اللي جاي وأهم شي تنتبهي كتير للوارد المادي لألك من بعد ما خبرنيكن عن أبراجكن 12 حان الموعد لنقول هابي برش دي لكل مولود اليوم مولود اليوم متفنن في سبك العبارة بيعرف كتير يعبر عن نفسه إنسان طموح ما بتهمه صغائر الحياة إنسان مليء معنوياً وبيحدد أهدافه بالحياة وينطلق قدماً نحو الأمام بيطلع السلهم درجة درجة وهو لذيذ من جوة ومن بره وحلو المعشر تحياتنا لكل مولود اليوم ينعاد عليكن يا رب الأسمية اللي اختانيه هو فادية فادية يعود إلى أصول عربية وبيعني المرأة يلي تفضي بنفسها من أجل الآخر فادية المرأة يلي بتفضي بنفسها من أجل الآخر فادية تتمتع بإطلالة خاصة وبظروف صعبة أحياناً خاصة بجزء الأول من حياتها حضورة ليفت عندها محبة للأعمال الخيرية عندها استشاف للمستقبل أفكارها ديماً جيدة تمشي ضمنها وبتفوز بيكسب أعجيب المعجبين فادية بتحاول ديماً تتميز عن غيرها هي أم حنون على أولادها وبتجرب تزين حياتها حسب ما هي تربيت وحسب ما هي تعلمت تحياتنا لكل فادية عم بتتبعنا هيدا كل شي ضمن برج اليوم وأصدقائنا المشاهدين أنا وما يمتبعين معكم لا لحد عشر نصوة لكن هلأ منروح إلى لقاء مسجل شيق مع الخبير الزراعي مروان حيدر ومنرجع من تابع معكم ترجمة نانسي قنقر